السؤال الاول على الفيسبوك اللي احنا ان نجيب عليه النهاردة بيقول هل الصور الفوتوغرافية الموضوعة في المنزل حلال ام حرام؟ جدال كبير اوي عادي له فترة يعني ما ينفعش ان هو يأخذ جزء شوف بعض القضايا كده بتاخد جزء من حياة بعض الشباب تقصير السوب اللحية مسألة الغناء الصور الفوتوغرافية بعض القضايا كده النقاب طبوس الطايب يعملوا عليها مشاكل وكأن الدين جاء بهذه القضايا يعني بيقولوا عندنا مليون ومئتين الف مسألة او يزيد جاية على بعض هذه المشاكل وبنعملها هي حجر العثرة كأن هي دية كل الدين فمش عايزين ابدا المسألة خلافية زي اي مسألة خلافية نجيب اولا نقول هي فلان دا لو تصور بقول عليه دا مين بقول عليه دا فلان اه فلان مفيش مضاهة لخلق الله لان هي الصور مجرد حبس ظل فقط اذا ما الحرمة في هذا لابد يكون هو محتاج اليها امر ضروري زي جواز الصفر زي البطاقة وغير جواز الصفر وغير البطاقة زي المناسبات بتاعتنا الاجتماعية في البيوت لا شيء في ذلك ابدا وهي جائزة ولا حرمة